العرب زي ما بنقول ولا لسه قدامنا شوية يعني وجدنا دولة الامارات من يومين فتح السفارة الاماراتية ورفع العالم الاماراتي ثم مملكة البحرين ويبدو انه في الطريق الكثير من الدول العربية يا سيدي بعد اذي بدء يجب ان اشكر القيادة السياسية في مصر العربية على قدرتها على توجيه البوصلة مؤشر بوصلة باتجاه القضية السورية والتي تحدثت عنها سيادتك بانها جزء من الامن القومي المصري واعتبار ان الجيش العربي السوري هو الجيش الاول للجمهورية العربية المتحدة او جمهورية مصر العربية اشكر الشعب المصري شكرا جزيلا على دعم السوريين العرب واخص بالذكر عندما جاءوا السوريين في بداية الازمة والانفلات الامنة الى مصر ودخلوا بيوت المصريين وعلى حسابهم واشتغلوا معهم مثل ما كانت في مرحلة المدينة المنورة يعني اعدتم ايها المصريون اصالتكم الى عهد المدينة المنورة احنا اهل زي ما بنقول كده ما فيش فرق ما بيننا وبينكم نعم يعني احنا حاربنا مع بعض وعدو بالنسبة لنا كان عدو العدو المشترك جيش المصر والجيش السوري حاجة واحدة كان ليهم فيهم الايام قيادة واحدة ايام الواحدة وبالتالي احنا اهل زي ما بنقول فده يعني زي ما بنقول كده واجب علينا شكرا جزيلا لكم سوريا رجعة خلاص سؤال صعب مش راجعة يعني باللغة الانجليزية بيقول already رجعت تأكيد لكلامي انه عندما تشبس الشعب العربي السوري والتف حول قيادته المتمثلة في القيادة الشرعية الرئيس بشار الاسد وبالجيش الوطني السوري اعتبر من تلك الايام اننا في مرحلة تحرير وطني التحرير الوطني يعني يواجه الكثير من التحديات والعقبات فمنها بعض الانفلات الامنة في بعض الاماكن تمرد بعض الناس الذين كانوا انتمائهم هش ظهور عملاء النفوذ الذين كانوا خلايا نائمة ضمن الادارة السورية والذين انشقوا وحملوا استراح ضد الدولة السورية عملاء النفوذ هم الذين اساءوا الى الدولة السورية وعلى ادارتها الرشيدة التي حملت لواء التحديث والتطوير ولواء التطوير والتحديث عندما جاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة